نحن نتكلم عن هذا الاستحقاق الانتخابي الغير مسبوك هذا المشهد الفريد من نوع الحقيقة اللي بتشهده مصر خلينا نتكلم مع حضرتك عن رؤيتك لليوم الأول ملاحظاتك عن اليوم الأول ونحن خلص بصدد بدء اليوم الثاني لهذه العملية الانتخابية سبع الخير جمالة وسبع الخير على كل مشاهد القناة الأولى في ترزول مصر العزيزة علينا كلنا يعني أنا أعتقد أنه مصر بتعيش على وقع أيام مجيدة لا تقل أنه المسألة في السلم والحرب هي أيام مجيدة لا تقل عن ميدان الحرب والنضال لأنه بالفعل ان الانتخابات بتأتي في ظروف دقيقة جدا وغاية في الحساسية ولكن هي جاءت ليعبر من خلالها الشعب المصري أنه لديه الإرادة والتصميم على اختيار قائده للسنوات الستة القادمة من أجل استكمال مسيرة البناء التي بدأت خلال العشر سنوات الماضية ومن أجل استكمال مسيرة التنمية الشاملة لأنه كما يعرف أن التنمية الشاملة ليست فقط تقتصر على الجانب الاقتصادي ولكن تشمل أيضا الجانب السياسي والجانب الاجتماعي إلى الجانب الاقتصادي فبالتالي أنا أعتقد أنه هذه الانتخابات هي رسالة للعالم أجمع أنه الشعب المصري متعطش للبناء في حين أن هناك خروم متعطشون للدمار والخراب فهذه الرسالة الأولى الرسالة الثانية أن مصر رغم كل هذه الظروف والشعب مصر رغم كل هذه الظروف والقادة السياسية رغم كل هذه الظروف كان لديها إرادة لإجراء هذه الانتخابات بهذه الصورة المبهرة والرائعة لإعطاء رسالة أن مصر قادرة ومصر دولة قوية ومصر لديها أدواتها لاستكمال بناءها السياسي الداخلي فبالتالي أنا أعتقد أنه إجراء الانتخابات في هذه الظروف الداخلية والإقليمية والعالمية هي رسالة في عدة اتجاهات وبالتأكيد دائما أنا أقول أن هذه الانتخابات ليست مثل بقر الانتخابات الماضية ولكنها انتخابات تأتي في مرحلة فارقة تاريخية في حديك شايف إيه أوجه الاختلاف أستاذ عالي أوجه الاختلاف أنه يمكن ربما الانتخابات الماضية جرت في أوضاع طبيعية ربما كانت أوضاع داخلية لكن أنت المراد الموضوع معقد للغاية يعني أنت بتكلمي على محيط إقليمي غاية في الخطورة محيط دولي أزمات عالمية مش أزمات بس أمنية أزمات اقتصادية منعكسة على الأوضاع عندك الحرب على الحدود الشرقية وهي حرب لها أبعدها ليس فقط داخل الرقعة الجغرافية التي تدور عليها وإنما إلى خارج حدودها من خلال المخططات تحاك بسبب هذه الحرب وتؤثر بالتأكيد على مصر ولذلك العالم يتساءل يعني كيف لدولة تمهدد بكل هذه المواجهة بكل هذه التحديات أن تجري انتخابات ومش أي انتخابات تتكلمي من نوجة نظري على أهم استحقاق انتخابي في مصر هو اختيار رأس الدولة اختيار رئيس الجمهورية فإذا لم تكن أنك دولة قوية ودولة قادرة ودولة واثقة أيضا من قدراتها وندواتها ما يمكن أن تجري انتخابات في هذه الظروف ولا كان ممكن أن يتم تأجيلها أو كما ظهرت بعض الأصوات أنه يتحدث عملية تسكية للرئيس الحالي ولكن أنا أعتقد الإصرار على استكمال البناء السياسي في مصر في إطار التنمية الشاملية في إطار خطة مصر 2030 ده كان هو اللي دفع الدولة المصرية بقيادتها السياسية الوعية والقادرة على إجراء هذه انتخابات ده في العموم لكن لو جينا حللنا المشهد دائما أنا بقول أنه في الظروف الاستثنائية بيظهر معدن الشعب المصري الشعب المصري دائما في كل الظروف التي تنادي عليها مصر تجده إلى دورة الوعي العميق والفكرة لدى الشعب المصري بالتأكيد يعني فكرة الوعي دائما لدى الشعب المصري بيتصل إلى أعلى مستوياتها لدما يدرك الأبعاد السياسية والظروف والظروف المحيطة به فبالتالي لا أحد يراهن على أن هذا الشعب يمكن أن يغذل قاداته أو يغذل أو يغذل وطنه وإنما دائما في أوقات الشدة أنا بقول في أوقات الشدة تجده الشعب المصر دائما مشطف وملتف حول أطنو شفنا هذا المشهد مش بالأمس بس يعني شفنا المشهد ده في المشهد المصريين بالخارج وهي زي بقوله أن المسألة هي عدوة إيجابية بتنتقل بالتداعي فبالتالي شفنا مشهد المصريين بالخارج وربما التوقعات بتشيروا حسب الأرقام الأولية أنه ده أعلى تصويت للمصريين بالخارج منذ ثلاث انتخابات ولو هناك أمور إن شاء الله في المستقبل للتيسير أكثر أعتقد أنه نلاقي العدد كبير جدا لأنت عارفه المصريين بالخارج المسافات ما بين المناطق وأخرى وظروف جوية صعبة وظروف جوية ومختلفة أعتقد أنه كان هيكون الصورة أكبر بكثير جدا بالتالي إذن المشهد بدأ ضربة البداية بدأت من المصريين بالخارج اللي أبهروا الناس كلها بهذا الإقبار رغب الظروف المناخية رغب بعض المسافات وبالتالي أعتقد أنه ده انعكس على الروادع الداخلي إضافة إلى الظروف اللي احنا قلناها أو العامل اللي احنا قلناها شفنا مبارح مشهد مش عايز أقولك أدهش أكثر متفائلين يعني أكثر متفائلين ما كانش أتوقع هذا المشهد مبارح من المراقبين أنت عندك طبع منظمات وهيئات دولية ومحلية لمراقبة الانتخابات عندك أكثر من الألفين الإعلامي منهم رسلين جانب يمثلوا هيئات أكثر من 100 هيئة إعلامية دولية فأعتقد المبارح كان كل ردود الفعل بتؤكد بالفعل أنه ما حدث في اليوم الأول في الداخل ده كان مبهر جدا فوق التوقعات نسبة إقبال غير عادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر